الأكوال انتصالت نالت بالقرب البركات الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله خرج صلى الله عليه وسلم مرة يمشي في شيء من البوادي فإذا هو في جانب يسمع صوتا رقيقا يناديه فالتفت فإذا هذا الصوت ليس من إنسان بل كان من ضبية غزالة صغيرة مربوطة بحبل فجاء إليها صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن هذا الأعراب يصطادني فلا هو قتل ذبحني فأراحني ولا هو تركني فأرضع صغاري فإن لي خشفين صغيرين يعني عندها مولودين صغيرين وقد تعقد اللبن في ضرعي يعني أن ضرعها امتلأ باللبن استعدادا للرضاعة فهي متألمة من امتلاء ضرعها باللبن ولا هو ذبحها ولا تركها فأطلقني حتى أرضع صغاري فقال لها إنك رزق رزقه الله لهذا الأعراب قالت أعود يا رسول الله قال تعاهدين قال عذبني الله عذاب العشار إذا لم أعد ففكها صلى الله عليه وسلم فذهبت أرضعت صغارها ورجعت فأخذ يربطها فالتبه الأعرابي فقال يا رسول الله ما تريد قال أريد أن أتطلق هذه الغزالة قال لأجلك أطلقها فأطلقها صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ولذلك دائما ما يذكرون هذه الكرامة والمعجزة ويقولون اللهم صلي على سيدنا محمد من كلمته الغزالة هذه قصة كلام الغزالة لسيدنا محمد صاحب الرسالة في هذه القصة فوائد التنويه الأول أن أبي صلى الله عليه وآله وسلم وإن كان هو الرحيم الرؤوف الشفيق إلا أنه لم يخالف حكمة الله وإقامة عدالة الله في هذه الدنيا ومراد الله في هذه الدنيا فإنه لم يفكها لأنه يعلم أن هذا الأعرابي قد أخذها بطريقة قد سخرها الله سبحانه وتعالى لأننا نعلم أن الله سخر هذه الكائنات لبني آدم الثاني أن هذه الغزالة عرفت شفقة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لكن كذلك عرفت خطورة الكذب على رسول الله والخيانة والغدر بالنبي صلى الله عليه وسلم وهي حيوان لكنها أدركت ذلك وقالت عذبني الله عذاب العشار العشار هذا الذي يأخذ الأتاوات على الناس ظلما وبغيا وضررا عليهم فقالت عذبني الله عذاب العشار وما أدرى الغزالة بعذاب العشار هذا الذي يأخذ أتاوات على الناس بالشدة فذهبت وأرضعت صغارها ومع أنها شديدة الحب لصغارها لكنها تركتهم لأجل الوفاء بعهد سيدنا محمد فكيف نحن الآن والنبي صلى الله عليه وسلم أخذ علينا العهود الكثيرة وأخذ علينا المواثيق العظيمة والله تعالى قال إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد الله عليه فسوف يؤتيه أجرا عظيما العهد عهد عظيم تقيل بيننا وبين الله بيننا وبين النبي صلى الله عليه وسلم فالغزالة التي تركت عيالها للوفاء بعهد النبي أفضل حالا من الذي يخالف ويهمل ويقول لك أنا لأجل أولادي ولا لأجل حياتي أو لأجل شغلي أو لأجل مالي تترك عهد الله وعهد رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لهذا أقول أن هذه المواقف هي ليست فقط مظاهر معجزات بل هي مع كونها معجزات هي دلالات ودروس وعبر لمن أراد أن يعتبر من المؤمنين صلى الله على من كلمته الغزالة صلى الله على من كلمه الضب وسلم عليه الضب صلى الله على من أحبته الموجودات كلها صلاة نتمتلئ قلوبنا من أحبته ونكون بذلك من أحبته مستقيمين على طاعته آمين اللهم آمين بنبي الأكوان اتصلت نالت بالقرب البركات من أسرار الرحمة نهلت فسمات في أعلى الدرجات جذع حنى وسلم ترجمة نانسي قنقر